بص عايزة روح بقى بما نحن برضو عمالين نتكلم عن كرت القدم بس هروح لخبر حلو خاص بالكرت القدم بس ليه علاقة شوية بالشق النسائي بقى ودي من الأخبار فعلا الحلوة اللي أسعدتني أنا على المستوى الشخصي هتشارك مفروض يا كريم محكمتين مصريتين أولا شهندة المغربي ويرى عاطف في إدارة مباريات البطولة الدولية للسيدات دي للنسخة التانية على التوالي بترشيح بقى منين من الاتحاد السعودي لكرت القدم يعني ده شيء أعتقد مشرف جدا لما كمان محكمات مصري يشاركوا في البطولات الدولية أعتقد حاجة يعني نتمناها كمان تكون في الفترة اللي جاية بتحصل بشكل أكبر يعني طبعا الصور زي ما حضرتكم شايفين دول شكل المحكمتين أو دي صور المحكمتين عايز أقول لكم لو كل واحد بص في السيفي بتاعهم بجد لا سيفي محترم جدا وكمان لو أنا حتكلم تحديدا قليني أقول عن شهندة يعني شهندة أصلا عندها تاريخ مميز جدا مع كرت القدم لأن هي أصلا كانت لعبة وبعد كده انتقلت ليه عالم التحكيم ده كان في بداية موسم 2014 و15 فهي خبرة سنوات طويلة وكمان تم الاعتراف بيها رسميا من اتحاد الدولي لكرة القدم موسم 2016-2017 وبرضو خليني أقول لحضراتكم هي ظهرت للمرة الأولى في الموسم قبل اللي فات بالدوري الممتاز كحكم رابع وكمان خلال الموسم قبل الماضي ظهرت شهندة كحكم ساحة في مباراة النادي المصري وكمان في إسترن كومبيني في كاست وقتها ربطت الأندية المصرية وقدارت الموسم الماضي كمان مباراة سيراميكا وإنبي لو احنا فاكرين فيعني حاجة مشرفة جدا وانا سعيدة ان بجد النساء المصريات تحديدا كمان قدروا ان هم ينجحوا في مجالات يمكن في السابق يا كريم ما كانتش مألوفة او ما كانش فيه قبول مجتمعي فيها او كانت بعيدة شوية عن العنصر النسائي لكن في الأول وفي الآخر اللي بيحصل على الأرض ده بيأكد حاجة واحدة وهي الموضوع عنصر او الأساس هي عنصر الكفاءة ما لهاش علاقة نوعك ايه جنسك ايه راجل الست مفيش الكلام ده خالص انت لو عندك كفاءة تقدر ان انت تاخد هذا المنصب او تكون في هذا البوزيشن فبالتوفيق وهذا اكيد مشرفة لنا جدا ونتمنى يبقى فيه حكام كتير كمان مصريين رجال بيشرفونا فيه بطولات دولية من هذا النوع